البنك المركزي لازال مجتمع ولا زالت مواقع التواصل الاجتماعي تترقب وتسأل وتبحث ما هي القرارات التي ستصدر عن البنك المركزي يطرى هيعوموه هيغرقوه هيوصل كام احنا لسه متابعين لسه بنشوف هل الاجتماع خلص طلعوا حاجة ما طلعوش حاجة هيحصل ايه في الساعات القليلة القادمة باقي ساعة في الحلقة هنشوف على مدار الساعة فيه جديد هيطلع من البنك المركزي ولا لا لكن انبارح بالليل الحقيقة كان فيه حاجة غريبة شوية على مواقع التواصل الاجتماعي من 3-4 ايام طلع شخصين مصطفى بكري قال ان ازمة الدولار هتتحل في مصر في خلال ايام وان فيه ضخ مليارات الدولارات هيدخل البلد فجأة ده كان مصطفى بكري بعدين طلع نعقت الديهي قال انه يا جماعة فيه 20 مليار دولار مصادر موثوقة قالتلو ان فيه 20 مليار دولار هيدخلوا البلد كاش فاحنا كلنا استغربنا يا طرى الفلوس دي هتيجي منين طب مين طب فين طب صندوق النقد ده هو اخره يمد القرد السبعة طب السعودية ما بقاش فيه شيكات على بياض طب الامارات اللي بيدفع بيحكم مبطلنا طب قطر لأ طب الكويت مش هيحت طب مين يا جماعة تكونش الصمال هتديله 20 مليار مثلا ده اول قالك ان الاقتصاد بتاعه سبعة مليون لا برضه مش الصمال فالحقية عادنا نبحس كده فلقينا مرح الناس بتتكلم على حاجه اسمها راس الحكمة راس الحكمة راس الحكمة ده مش عارف العبار اشترى راس الحكمة ده باعوا راس الحكمة يا جماعة ده بيقولوا ب22 مليار ده هو ده الكلام اللي نعقت قاله ده ده الكلام اللي مصطفى بكري قاله ده السيسي بيع رأس الحكمة اللي في مرسى ما تروح دي جنة الله في الأرض الله يخرب بيوتكو انتو عملتوا ايه انتو بتبيعوا البلد في حد يبيع رأس الحكمة ايه يا جماعة رأس الحكمة طب العبار اشترى ولا ما اشتراش طب العشرين مليار دخلوا ولا ما دخلوش تعالوا مع بعض لحد ما اجتمعه البنك المركزي ايه خلاص نشوف مع بعض ايه حكاية رأس الحكمة هل السيسي بيبيع الشواطئ بتاعتنا دلوقتي هل السيسي بيبيع الاراضي دلوقتي فعلا اللي هي ممكن تعمل فيها مشروعات كبيرة ولا لا تعالوا نشوف بعض التغريدات على قصة رأس الحكمة الاول نفهم الناس كان بتقول امبارح وبعدين نشوف اول رد رسمي من النظام المصري نشوف التغريدات مع بعض عمر علي حسن قال رأس الحكمة مخافة الله طبعا بيت تاريق الناس كلها كان بتتاريق امبارح هشام صبري الضابط السابق قال يتردد يتردد ان رأس الحكمة بالكامل اتبعت النهاردة للامارات مقابل 22 مليار دولار رأس الحكمة جنة الله على ارض مطروح فيها قصر رئاسي اعلى التب كان استراحة للملك حاجة فوق الوصف اكيد الاصر بر الصفقة انا بجد مش ملاحق كده السيسي ماشي بسرعة 250 مصيبة في الساعة يبقى هنا ضابط امن الدولة السابق هشام صبري قال انه يتردد مايش معلومة مؤكدة ان رأس الحكمة تبعت بالكامل للامارات ب22 مليار دولار حط الرقم ده جنب رقم نعقد ومصطفى بكري قما قالوا ان فيه 20 مليار دخلين البلد كاش فيقولك انه ممكن يكون الخبر ده في منه نشوف تغريدة كمان برضو هشام صبري بيقول الناس اللي بتقول المبلغ كبير كده المتر واقف ب125 دولار دي ملاليم يعني المبلغ ده هيحل الازمة لا طبعا دول يا دو بيسددوا جزء من ديوم مصر المطلوب سددها في النصف الاول من 2024 لكن المهم ان حتى تريليون دولار مش هيحلوا الازمة طول ما السيسي موجود السيسي هو الازمة تغريدة اخرى برضو ليه الاستاذ هشام صبري في حاجة مريبة بتحصل لو كانوا متعمدين يطلعوا اشاعة بينفوها بسرعة كده ليه مع هاشتاج رأس الحكمة وبيتكلم عن خبر من القاهرة 24 بتاع النفر لبيع راس الحكمة المهندس ممدوح حمزة دخل على الخط وقال شواطئ راس الحكمة بطول 85 كيلو الاولى ان يطورها مطورون مصريون قادرين على دفع بالدولار لان العائد سيظل داخل البلاد مطور اجنبي سيحول ارباح اضعاف ثمن الارض خارج البلاد بالعملة الاجنبية دي نقطة مهمة او يا راشمانس محمود قبل ما نكمل التغريدات مش عارف لسه عندنا تغريدات ولا لا لكن نرجع نعلق على المهندس ممدوح حال انت دلوقتي هتبيع راس الحكمة نفترض ان الخبر صح تمام بعت راس الحكمة اللي هي منطقة خطيرة جدا منطقة مهمة جدا منطقة حلوة جدا تعرف تجيب بيها استثمارات تعرف تخلي ناس تطورها الفلوس اللي اتيجي منها لو مثلا المنطقة دي مثلا خدها نجيب ساويرس مثلا مثلا خدها الحج إبراهيم الارجين احنا نروح بعيد ليه الحج إبراهيم ساب السبوبة بتاعة عربيات المساعدات اللي دخل غزة سابهم في حالهم وساب الناس تدخل لغزة تأكلهم وتخرجهم بالمجاعة وساب السبوبة بتاعة الفلسطينيين اللي عايزين يخرجوا وينقذوا حياتهم من غزة او يتعالجوا وبطل ياخد منهم فلوس ساب الكلام ده كله واخد بعضه وام رايح لرأس الحكمة قال لي محمود عبد فتاح السيسي انا حودة كفيل برأس الحكمة ما تجيبش العبار ما تجيبش الامارات ما تجيبش اي حد قال له يالله حج إبراهيم خش على رأس الحكمة دخل إبراهيم الارجاني على رأس الحكمة بدأ يطور بدأ يشتغل بدأ يعمل ما هو لامم دولارات كتير ما هو من 7 اكتوبر بيلم الدولارات وقبلها فخد الدولارات اللي لماها من الفلسطينيين وراح عمل بها مشروع في رأس الحكم ها احنا موافقين يا سيدي هيحصل ايه هيحصل ان إبراهيم العرجاني هو راجل اعمال مصري هيبدأ يطور ارض مصرية فيطلع منها عائد المفترض انه يروح لمصر طبعا ويكأن يعني ان إبراهيم العرجاني ومحمود السيسي وعبد فتاح السيسي اصلا بيشتغلوا عشان صالح مصر يعني بس تمام خلينا نفترض ان هما شغالين عشان صالح مصر ده احسن ولا انك تاخد الجمل بما حمل رأس الحكمة بكل اللي فيها وتروح لمحمد العبار الاماراتي تقول له اتفضل يا حج محمد ودينا العشرين مليار هيكيشك هيديك العشرين مليار هتحل بيهم ازمة هنا هتحل بيهم ازمة هناك بعد شهر شهرين بالكتير بعد ما تجيب نجافتين وتخلص النهرين اللي في العاصمة ولا النهر اللي في العاصمة وتشطى بعمرتين في العالمين وتخلص الحمام بتاع عصرك الرئاسي خلصوا لعشرين مليار زي ما الميت مليار اللي قبلهم خلصوا بتوعي الخليج هتعمل ايه فلوس رأس الحكمة مش هجيلك فلوس رأس الحكمة هتروح لأهل الحكمة اللي جوا مشتروا منك الأرض يا مغفل وخدوها ليهم عشان الإيرادات بتاعتها تبقى رايحة للامارات فتبقى انت خلصت من حتة أرض ودولك إرشين صرفتهم لأنك مسرف فاشل وهم خدوا الأرض استفادوا منها كل إرشة يطلع من رأس الحكمة هيروح للامارات مش ليك انت طيب بعدين هتقول طب والله رأس الحكمة كان جنبها كتف الحكمة كان جنبها رجل الحكمة كان جنبها مش عارف فين اي حتة في السحل الشمالي طيب الحتة ليه حلوة اه احنا هنبيع يا جماعة فيجيلك مش محمد العبار بقى يجيلك حد تاني في الامارات يجيلك حد سعودي يلا يا عفتاح كيش بخمستاشر مليار كيشت الخمستاشر مليار ومتمدينه الأرض ورايح صارف الفلوس محلتش أزمة ولبست نفسك في الحيط وبعت حتة كمان من الأرض وبعدين يدخلوا بقى على جمصة ورس البر ويدخلوا بقى على الديبة وعلى برسعيد وعلى قرية النورس خلاص بقى هياخدوا بقى السحل كله يدخل بقى على عجمية ويدخل على المعمورة ويدخل على مش عارف الاسكندرية بشواطئة كلها خلاص تبيع بقى السحل بتاعك كله من يمين لشمال خلاص يلا وبعدين الفلوس هتعمل بيها مش هتعمل بيها حاجة انت راجل فاشل مش هتعمل بالفلوس أي حاجة فالقصة هتروح منك أصلا كايس واضح بس انه البنك المركزي لا لسه ما طلعش قرارات معلش احنا بنحاول نتابع عشان نشوف هل البنك المركزي طلع خراراته ولا لا فانت هتعمل ايه في الاخر بتبيع الكلام نرجع بقى لتغريدة ممدوح حمزة مرة تاني عشان النقطة ليه مهمة او فانت هنا العائد هيظل داخل البلاد انما المطور الاجنبي هيحول الارباح اضعاف ثمن الارض خارج البلاد بالعملة الاجنبية فانت مش هتستفيد اي حاجة اي حاجة طيب تغريدة كمان اه دندراوي الهواري هنا بقى جماعة ده لفل رخيص جدا من التطبيل الدندراوي يعني انا زعلان من الزملاء والله انهم ملوثوا اخر كلام بهذا المندراوي قريبا الاعلان عن خطة تحويل راس الحكمة لمدينة سياحية عالمية بالتعاون مع شركات وصناديق استثمارية عالمية كبرى التفاصيل كشفها مصدر مسؤول وان تطوير مخطط مدينة راس الحكمة في الساحل الشمالي يأتي في اطار مخطط التنمية العمرانية لمصر الفين اتنين وخمسين يبدين اوديك طلط العمر يا مندراوي والذي استهدف ضمن اولوياته التنمية العمرانية المتكاملة لمنطقة الساحل الشمالي الغربي باعتباره من اكثر المناطق القادرة على استيعاب الزيادة السكانية المستقبلية لمصر من خلال خلق انشطة اقتصادية متميزة توفر فرص عمل لاعداد كبيرة من الشباب المصري خلال العقود القادمة وتسهم في مضاعفة الرقعة المعمورة فقد حدد المخطط بالفعل ضرورة انشاء عدد من المدن الجديدة المستدامة والذكية من الجيل الرابع التي تستطيع كل واحدة منها استقطاب عدة ملايين من السكان المندراوي بيقولك ان رأس الحكمة هتستقطب عدد من السكان وهتخلق انشطة اقتصادية متميزة ومندراوي انت عارف ان رأس الحكمة دي هيتقال عليها انها من الساحل الشرير وهل تعلم ايها المندراوي ان الخطة دي لإدارة من مطورين مصريين ولا للبيع يعني ايها المندراوي هل لا تأكدت وهل لا أكدت لنا الخبر هل اشتراها محمد العبار وكي يشكوا بـ 22 مليار ولا في مطورين مصريين وانا هتحداك يا مندراوي من هنا لـ 52 اذا ربنا يعني ادنا ودك طولة العمر ووصلنا للعمر ده او للسنة دي ان رأس الحكمة دي لو اتعملت مدينة زي ما انت بتقول فلاها يروح فيها رقعة سكانية ولا هتستقطب عدة ملايين من السكان ولا هيروح قعدات كبيرة من الشباب المصري ولا هتخلق انشطة اقتصادية ولا هتستوعب زيادة سكانية ولا بطيخ من اللي انت بتقوله يا مندراوي انت روحت ضربت شوية كلام كبير انت اصلا مش فاهمه في الخلاط عشان تعمل تويتا ويكأنك انسان عميق عميق يعني فالعمق بصراحة بتاعك ده يعني طافح في التويتا بشكل صعب جدا غيره شيلوا بقى المندراوي كفاء عليه كده ايه يا جماعة بشيل شيل 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 ده الجماعة بيهزر يا جماعة شيل وشيل ده ايه التهريك ده يعني مش معقول والله مش معقول يعني يعني ايه ده يعني هنطلع الولد في البرنامج كده لا مش للدرجات دي مندراوي قولنا ماشي انما كمان لولو كذا لا يعني كده صعب رأس الحكمة زي ما قولنا فيه كلام هتتباع مش هتتباع لا 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 لحد موقع القاهرة الـ 24 دخل على الخط ونشر نفي عن القصة موقع القاهرة الـ 24 قال ايه رد اه على انباء بيع رأس الحكمة حول بيع منتجات في رأس الحكمة كشفت مصادر رسمية حقيقة استحواذ اماراتيين على منتجعات كبرى في مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي في مصر بقيمة 22 مليار دولار المصادر الحكومية اكدت للقاهرة الاخبارية انه لا يوجد اي اتفاقات في الوقت الحالي تم ابرامها مع رجال اعمال اماراتيين لتخصيص اراضي بمنطقة رأس الحكمة في الساحل الشمالي لفتت المصادر في تصريحات خاصة للقاهرة 24 ان منطقة رأس الحكمة بالساحل الشمالي ما زالت قيد التخطيط لا يوجد اي اتفاقات او تعقدات عليها في الوقت الحالي يتم ابرامها مع رجال اعمال اماراتيين بقية التقليل مهمة برضو بيقول ان المصادر اوضحت ان المخطط الجديد يتضمن ان تكون المنطقة مقصد سياحي عالمي يتماشى مع الرؤية القومية والاقليمية لمنطقة الساحل الشمالي الغربي وهو ما سينعكس على تحقيق مجموعة من الاهداف والغايات منها انشاء مدينة سياحية بيئية مستدامة على البحر المتوسط تنافس مثيلتها على المستوى العالمي المصادر كمان اوضحت ان المخطط الجديد للمنطقة الواعدة سيتم تنفيذه على مساحة اجمالية حوالي 199 كيلو متر بحلول 2045 سيتم الانتهاء من تنفيذ وتنمية حوالي 142 كيلو متر من المساحة الاجمالية للمنطقة يبقى ده النافي من القاهرة 24 انه ما فيش بيع يا جماعة احنا ما بنبيعش رأس الحكمة ومش هيحصل الكلام ده السؤال هنا انا لا بسدق ولا بكذب القاهرة 24 ويعني انا احترم الاستاذ محمود المملوك رئيس تحرير القاهرة 24 واثق انه هو يعني بينشر اخبار هو متأكد منها لكن انا بتكلم عن الحكومة بتكلم على كام مرة الحكومة طلعت لنا نفي عن حاجة وطلع عكسها كتير الحقيقة فانا ليس لدي ذرة ثقة واحدة في تصريحات الحكومة ولا في المصادر الرسمية لان الحقيقة هم بيقولوا كلام كل مرة بينفي وبيطلع عكسه كل مرة بيقول لك ما حصلش وبيطلع حصل كل مرة بيقول حصل وهو ما حصلش ليس قطحا في الزميل محمود المملوك ولا في القاهرة 24 لكن تصريحات الحكومة الحقيقة يعني التاريخ بتاعها معنا مش ولا بدي يعني نروح لجريدة المال نشوف قالت ايه عن موضوع العبار ورأس الحكمة رجل الاعمال الاماراتي خلف الحبتور مش العبار مهتم بالتعاون مع الصندوق السيادي المتواجد في التواجد في الساحل الشمالي وبتكلمه عن موضوع الساحل الشمالي ورأس الحكمة وبعدين فيه خبر تاني بيتكلم عن نفس الموضوع الخبر اتحسف فهنا كان فيه خبر وبعدين شعلوا الخبر لان الناس مبارح دخلت سرشت ودورت وشافت ايه يا جماعة موضوع رأس الحكمة ومين اللي هيشتريها وايه اللي بيحصل طيب المعلومات الجاية اللي احنا بنقولها لا بتأكد ولا بتنفي لا بتقول ان ده هيحصل ولا مش هيحصل احنا بنتكلم عن ما هي رأس الحكمة اللي بيتخنق عليها من مبارح جنة مصر في خطر هي قرية تابعة لمدينة مرسى مطروح تبعد عنها 85 كيلو على الساحل الشمالي تمتد شواطئ رأس الحكمة من منطقة الضبعة في الكيلو 170 حتى الكيلو 220 بمدينة مطروح صدر قرار جمهوري رقم 1975 بإخلاق القرية من سكانها اللي بتبلغ مساحتها 55 ألف فندان وبتتمتع بشريط سياحي أو ساحلي بطول 50 كيلو بين الضبعة ومرسى مطروح تضم مقومات للسياحة الشاطئية لحوالي 400 كيلو من غرب اسكندرية حتى الحدود الغربية لمصر وبطول نحو 90 كيلو من غرب اسكندرية وحتى العالمين ومن العالمين وحتى رأس الحكمة بحوالي 130 كيلو من النجيلة حتى السلوم بطول 130 كيلو بتضم رأس الحكمة بداخلها شرق وغرب مدينة مرسى مطروح بطول حوالي 90 كيلو وتعد من أجمل شواطئ العالم من حيث الرمال الناعمة والمياه الزرقاء أو الفيروزية إجمال المساحة المعروضة للاستثمار في رأس الحكمة حوالي 11 مليون و 500 متر وكان الملك فاروق استراحة فيها وبعد السادات وبعده مبارك وأولاده مصدر الكلام ده هو خريطة مشروعات مصر طيب مين اللي ارتبط اسمه برأس الحكمة هو السيد محمد العبار السيد محمد العبار هو رجل الأعمال الإماراتي اللي قاله انه هو ده اللي جاي يشتري رأس الحكمة بـ 22 مليار دولار عشان يحل أزمة السيولة الدولارية في البنك المركزي المصري محمد العبار هو ملياردير إماراتي مقرب بشدة من محمد بن راشد والرئيس الإماراتي محمد بن زايد بيوصف بأنه رجل الظل الإماراتي في علاقاته وتدخلاته الخارجية ورئيس مجلس إدارة شركة العقارات الإماراتية العملاقة إعمار إعمار هي أحد الأعمال الرئيسية للإمارات في الاستثمارات الخارجية والعبار أيضا أحد الأعمال الإماراتية في قصة التطبيع هو مؤسس منصة نون للتسويق تبدرت خسائر أو تكبرت خسائر كبيرة جدا لمؤطعتها هو من أهم المانحين لبرنامج بتل أبيبي يدعم الفقراء الإسرائيليين تحدث عن أهمية علاقات عائلية قبل العلاقات الاقتصادية مع الاحتلال الإسرائيلي وصفه جاريت كوشنر في مؤتمر المنامة بأنه رجل محب للشعب اليهودي وذاعت أنباء عن شرائه أرض رأس الحكمة مقابل 22 مليار دولار محمد العبار الحقيقة علاقاته بإسرائيل وفي موضوع التطبيع علاقات ممتدة وله عبارة شهيرة للغاية قال أتحدث عن زيارتك لأمي وزيارتي لأمك الإسرائيلية أنا حريص جدا على لم شمل العائلة هذا وأن يعرف الناس بعضهم بعضا كان فيه فيديو شهير جدا جدا لمحمد العبار مع عبد الفتاح السيسي وهم بيعملوا المكات بتاع العاصمة الإدارية الجديدة في 2015 في المؤتمر الاقتصادي بتاع مارس 2015 تعالوا نفتكر مع بعض الحوار ما بين السيسي ومحمد العبار نعمل دفع دي والله حديثا أنا إذا ما بكتب عليك عشر سنين عشر سنين أحب تكلم بداية لأننا نعمل شون أنا كده نعمل لعشر سنين سبع سنين أبل أبتكلم بدات أعمر أعمر مبارح متعودين على مبارح خلاص متعودين على مبارح عشر سنين ده ما أفضل زمانات أولا جدا إن شاء الله إن شاء الله لكن طبعا عملية البداء بكل يبدأ كان كلام العبار مع السيسي عن العصمة الإدارية لكن المفاجأة فيه أنه العبار نفسه كان بيتكلم عن الساحل الشمالي والاستثمارات اللي في الساحل الشمالي واللي هو قريب جدا من منطقة رأس الحكمة اللي بيتكلموا عنها الكلام ده كان تقريبا من خمس شهور تعالوا نشوفها لي موجود هنا مع أولادي كل أحفادي موجودين والله ما نشوفيه إلا الخير والبركة والسعادة والناس من فرفشة ومرتاحين وعدنا دائما نقول اللي يخلي الساحل الشمالي يفرج بأننا نحن لما نروح أوروبا ولا نروح أمريكا نعامل كدرجة رابعة لكن لما نجي مصر المصريين يعاملونا درجة فوق الأولى لسبب طيبة المصريين ونفسهم الطيبة والجو الجميل والأكل الجميل فلذلك أنا والله كل ما أقول إلا أنا سميه هذا راح السعادة يعني الساحل السعادة يبدا كلامه عن الاستثمارات في الساحل الشمالي طيب خلاصة الموضوع يا جماعة إحنا بنتكلم عن إيه هل أنا جاي في آخر كلام بقولك إلحق السيسي باع راس الحكمة إلحق باع أولارد إطلاق أنا حاولت أستعرض لحراتك كل الأراء اللي كتبت بعد رأي واحد لأنه لا يستحق إن أنا أقول إسمه حتى في البرنامج وأنا زي ما قلت لك يعني الزملاء مفاجئيني إن هم جايبين له تويتة على الهوى لكن كل الأراء اللي اتكلمت عن الموضوع سواء إنه في مشروع سواء إنه ما فيش مشروع لا فيه تطوير لا فيه بيع لا فيه أخبار بتقول إنه اتباع لا نعقة ومصطفى بكري قالوا إنه فيه عشرين مليار داخلين لا يا جماعة مش عارف كذا فيه مجموعة من الأخبار والأقاويل وفيه رد من القائرة أربعة وعشرين بيقول لأ ما فيش طيب إحنا دلوقتي قدام مجموعة من الإشعات أو التحليلات إنه احتمال يبقى فيه العبار هيشتري فيه إعلامين قالوا إنه فيه عشرين مليار دخلوا فيه ناس قالوا والله إذا المنطقة دي العبار كان متكلم عنها قبل كده السؤال اللي بنختم به الفقرة هل مصر هتبيع رأس الحكمة لمحمد العبار باثنين وعشرين مليار لو حصل الكلام ده فبعد أيام قليلة دندراوي الهواري ومن على شاكلته وكل الولاد بتوع السوشيال ميديا والمصادر الرسمية اللي اتكلمت مع القاهرة أربعة وعشرين المفترض إنها تتحاسب ليه؟ لأنهما بيضللوا الرأي العام بيضللوا الرأي العام حرفيا لو ده ما حصلش فالحمد لله دي مصلحة ونشكر اللي أشار على السيسي ومن على شاكلته إن هما ما ياخدوش قرار متخلف زي ده لأن زي ما الموانس ممضوع حمزة قال أنت كده خير البلب بتاعك هيروح بره مش هيبقى ليك أصلا فعلى من يتخذ القرار أن يعيد التفكير مش بالطريقة دي يا جماعة هنحل مشاكلنا مش بالطريقة دي مش إنك بتجيب أحسن حتة عندك وبتبيعها أنت أصلا لا 20 مليار ولا 20 مليار هينفعوك أنت إنسان فاشل أصلا أنت بددت 100 مليار قبل كده من الخليج ما حاتش عارفت عملت بيوم إيه حتى الآن ما حاتش عارف أنت وديت الفلوس دي فين ولا عملت بيها إيه وفقا لجريدة القبس الكويتية كانت قايلة أن الرقم في حدود الميت مليار دخلوا للنظام المصري في العشر سنين اللي فاتوا فإحنا أمام نظام في مشكلة كل الموارد وكل المناطق الذهبية عندك في مصر هو دلوقتي مستعد يباعها برضو ده لا يؤكد أن هو باع أو ما باعش رأس الحكمة إحنا نستنى ونشوف الأيام الجاية إيه اللي هيحصل بالنسبة لمحمد العبار هو بيتعامل مع زبون مع زبون مسلم أكتاف زبون خسران خسران خسارة كبيرة جدا ومديون وبيقول تعالوا الحقوني عايز فنادق خد فنادق عايز رأس الحكمة خد رأس الحكمة عايز البرج خد البرج عايز المطار خد المطار عايز استاد خد استاد عايز شركات حكومية خد عايز مدارس مستشفيات احنا معاك فبالنسبة لمحمد العبار دي أفضل فرصة استثمارية ممكن يدخل فيها يعني العشرين مليار بالنسبة له ولا حاجة هيطلعهم ويطلع أضعفهم من مكان زي ده لأن الإدارة المصريية دلوقتي مش قادرة أنها تتعامل مع كنز اسمه رأس الحكمة أو هكذا يبدو حتى الآن أتمنى أن الخبر ما يكونش صح أتمنى تقرير القرارة 24 يكون هو اللي صح وأنه ما يكونش فيه أي نية لبيع لا رأس الحكمة ولا أي منطقة أخرى لا للإمارات ولا لأي دولة عربي